تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلعي الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 490 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 201 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجالي حجب السلعي الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تمضبط قرابة 75 طن كما تمضبط 10 أطنان أسمنت في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء أما في مجالي عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تمضبط قرابة 126 طن وفي مجالي قضايا المخابز تم ضبط 718 قضية من بينها 127 قضية خبز ناقص الوزن و83 قضية خبز غير مطابق للمواصفات